واسمح لي أقول لك على المستوى الإنساني والشخصي بما أني كمصرية وبعتز جداً ببلدي وأكيد بشكرك أن أنت يعني وجهة مشرفة لنا وأن لما يكون في عندنا نموذج زيك وخصوصاً أن اللعبة دي وأنا بلا هتكلم معك فيه كان فو دي يعني من اللعبة الندرة وليست منتشرة كتير ويمكن أصلها إحنا عارفين أنه مش عندنا في مصر أصلاً مش قادر أعرف عارفين شايفة ما شاء الله سنك صغير منتج كبير يعني ربنا يديك الصح يا رب فإزاي جات لك فكرة وإزاي أنت حبيت اللعبة دي وبناء على إياه رغم أنها ما كانتش منتشرة في مصر إطلاقاً فممكن تقولي بقى كده بدايتك إزاي؟ هي بس هي مش فيه منتشرة هي بالعكس هي منتشرة بكل حاجة من سنة كان منتشرة؟ هي موجودة من زمان يعني اللعبة موجودة حتى بتمارس في مصر من زمان وتمارس أصلاً في الصين من ألاف السنين وبيستخدمها في الحروب لكن هي الفكرة بدأ يبقى الاتحاد الدولي وبطراط رسمية من سنة 92 يعني الاتحاد الدولي أنشأ سنة 90 أول بطولة دولية أول بطولة عالم كان سنة 92 وده اللي بيخليني احنا متميزين فيها عشان لسه اللي عم تعتبر جديدة ده تاريخ في الرياضة جديد فإحنا مواجبين للحدث فدايماً متفوقين إحنا من أول بطولة عالم سنة 92 وإحنا دايماً مصر بتعمل نتائج وبتعمل مداليات موجودة فيها طيب مين اللي كان بيدرابك يا كابت المعتزي يعني أنا عايزة أعرف أنت بدايتك من وانت صغير كان من عمر كم أنت حسيت أنك حبيب اللعبة دي وليه حبيتك أنا الموضوع جي معي صدفة أنا بدايتي زي أي حد في الدنيا اسمح لي هدخل ده معاك الفرن وهطلع أكلي وأنا جنبك مش هدايك أنا كنت بدايتي حارس مرمى أصلاً شغرة زي أي حد في الدنيا أنا في نادي سبت أكتوبر وده النادي اللي بعتز به وده النادي اللي أنا تربيت فيه وده النادي اللي فيه كل البطولات بتاعتي ما شاء الله أو فهنا كنت بدايه حارس مرمى فحصل موقف طريف كده إن أنا دخل فيها تلاتة إجوان في تلاتة إجوان في تلاتة إجوان فالمدرب قال لي ما أجعز فوش شك تاني في الملعب في الملعب بس فأنا كنت حزين جداً فأخويا كبير اللي يروح إنت اليقتك كويسة وما غنتك حجوها أجر بلعب مفوك وانا ساعتها سنة 2002 كان عندي كتفتني عددي تقريب ما شاء الله هو ده يعتبر كبدات سن متأخر أيوة كبداية آه بداية كلما كان البداية كلما كان أصغر من كده من 9 سنين تقريباً آه بس فالمدرب في النادي عندي شاف إن أنا فيه حاجة كويسة وبدأت الانطلاقة بقى من هنا يعني ما شاء الله بقى لي عشرين سنة بالزبط وعندنا مدربين جمدين في مصر طبعاً طبعاً أقول لحريك إحنا إحنا مصر ترتبها دايماً عالي ماشا الله ودايماً النتائج الكويسة اللي بتتحقق بتبقى أغلبها بمدربين مصريين يعني مش ماشا الله والله أنا فخورة أسانة عارف لي أنا بعرف منك لأنه فيه ساعات كده أولادنا أو الأجيال الجديدة يمكن التكنولوجي أخد شوية فمبقناش إحنا بنشوف الرياضة زي ما كنا إلا اللي حابب يكمل ويبقى محقق في الرياضة ويوصل للعالمية يعني فاحكيني بقى طيب كده يعني أنت الأول اللي أعرفنا يعني الشخص أنت متجوز عندك أولاد أنا متزوجة ماشا الله وعندي بنت ولد ماشا الله عندي إيلين وعندي يونس ماشا الله وأنا أصلاً خريج لصانس أداب يعني كنت بتدرس يعني أنت طب قدرت تتوفق إزاي بين الرياضة وبين الدراسة دي نقطة مهمة برضا أنا حابب أتكلم فيها أن عمر الرياضة ما بتعطل عن الدراسة خالص نحن الأجيال دي بتتذكر معهم بالعافية أنا كنت تتفوق جداً أنا كنت الأول على المدرسة في سنوية عامة بسم الله ماشا الله فبالعكس أنا كان عقابي أن أنا مروحش التمرين يعني أنا لو ما ذكرتش لو ما ذكرتش تشبت تمرين فكان أنا المكافأة بتاعتي أن أنا نروح تمرين تروح التمرين فبالعكس هي كان هي دافع أن أنا ذاكر أن أنا في تمرين في بطولة فالآخر خطة فوق رياضي في سنوية عامة عشان جبتك بطولة فالرياضة هي عمره ما بتعطل خالص عن الموضوع يعني أنا أنا زا بقول لحديثك أنا لما روح لعبتنا عنيفة جداً فلما روح أنا جسمي مكسور وتعبان وعضلاتي ده بالنسبة لمتعة التمرين بيبقى تقريباً وقت وقد إيه كده هو مش أقل من ساعتين ساعتين سواء صغير تبير وده كل يوم أو لا فيه رحة في النص فقط أحسن بقى الكاتيجوري اللي أنا فيها يعني أنا في البداية خالص كنت تبادئ في المدارس زي الأطفال الصغيرين العادي ناشئين قطعاً كان بيبقى ثلاثة يام في الأسبوع تمام بقى كده دخلت الفريق بقى أربعة يام في الأسبوع زائد لما بدأنا نخش منتخب ومعسكرات بقى كل يوم بقى كده بقى مرتين في اليوم حين ما توصل لثلاثة تدريبات في اليوم وهكذا